مش قلتلكم هو جاي نفذ وبس بس جاي نفذ وفقط لو ما قالش حتة البرمجة دي كان السيسي علقه من رجله كان السيسي فاتشه تفتيس ذاتي طلع اشتريتين ابو صليبه من شرب رجله شرب الجزمة لكن الاستعداد لتنفيذ الاوامر والخطط الجهنمية بتاع وزير التعليم كان لازم يسندها اعلام السامسونج على طول طلق تامير اميني هاجم تدريس المودة الادابية للطلاب ويقولا هيستفيدو ايه difficile اسمع تعالوا بقى ناحية الايه مسكنة المشاكل ليه مسكنة المشاكل قولولي اللي الطلبة يدرسوه في الثانوية العامة تنوي العامة هنا قصد الاولى وتانية وثالثة اتناوية مرحلة الثانوية العامة قولولي ايه في المودة الادبية اللي بيدرسها طلبة الثانوية العامة في المرحلة الثانوية مفيد هاتدولي ايه في المواد اداويه مفيدة مش سيبكم واللي يجيب تقدم. يدرس جغرافيا. ليه؟ تبا زيتكم الشعر بيت؟ يدرس فلسفة ومنطق. ليه؟ عمل بيوم ايه؟ طب اخوة الموادي لما يتخرج لما يخرج يعني من السنوات العامة. ايه الاستفادة اللي واستفادها بيها عند الدخول الى كلية او عند الدخول الى سوك العمل. هيخش مثلا لو اندرس فلسفة ده هيكمل اداب قسم فلسفة على عينه ورصي. سمشان يتخرج ايه؟ بيه عندنا وظيفة اسمها فيلسوف؟ ولا يبقى اخره ان هو يحاول يدور على شغلانة مدرس فلسفة. بس. وكذلك اقساب التاريخ. انا حتى دلوقتي مش شايف فايدة قوي لتدرس اللغات. واني بقى في جامعات بتدرس لغات. جامعة كاملة تلات سنين بيدرس انجليزي وفرنساوي وعربي في المدرسة. ثم في كل يات بقى كلية اداب قسم انجليزي وكلية اداب قسم فرنساوي. في كلية الالسم كلية اللغان كلها. يا جماعة عن نت وشكرا. هو انت رايح تبقى اه اه اصار للسياح في الهرم. كيف تتعلم الانجليزية في تلات شهور? ده على اساس انك انت ايه? عايشت توقف على الناصية في المريوتية تقول اه تشتري كالب? ايه هو ايه ده ازاي طلعوه زي ايه? كورسا عن نت في تلات شهور تبقى بتعلم انجليزي? لا انت كورسا عن نت في تلات شهور دي تبقى اخرتي. تشقط خواجات اه كبار في السن من اه وسط البلد. مش طعف تكلمهم يعني. انما اللغة الانجليزية مش كده خالص. نهائي. انت جابوك من ايه? المهم انه تقول اعتذر. او قيل انه اعتذر يعني. زي ما هو نشروله كده قالك انا مقدرش اقول حاجة عن التاريخ. هل يمكن العاقل يعني مستحيل ما عاز الله ان احقر التاريخ مادة العظمة ومصر مش عارف ايه? لازم. مخترح ان الطلبة في نارس لحد اعدي درسه كل المواد عشان يتأسسه كويس. كالعادة. مرة غلط في ستات الصعيد. والصعيدة طلعوا كان هيكلوه. برضو اعتذر لهم. حد هيحزبه في حاجة? ده محسوب عليكم يا. يعني انت اهو الراجل شايف ان الجغرافيا والفلسفة والمواد دي ملاش اي لازمة. يعني الواد يطلع مش عارف حاجة عن تاريخ بلده ولا عن حدود بلده ولا عن يعني وهي الفلسفة انه يطلع فلسوف? وده اخر تعليماتك اخر معلوماتك ان اللي بيدرس فلسفة يطلع فلسوف? بالمناسبة استاذ واسمه ايه? اه طمور. بالمناسبة الاستاذ نجيب محفوظ دارس فلسفة? المفتي الجديد دارس فلسفة? شيخ الازهر دارس فلسفة? بالمناسبة دي بالمناسبة يعني كده عالطاير انا لو عاد تطلع لك اه اللي درسوا فلسفة واضاءوا الدنيا في الثقافة هتبهر. بس انت مش هتبهر. انت متبهرش باي حاجة. انت عقد في حتة يا تامر. عقد في حتة. البيت الوسط. ادي الوسط اخيرها ايه. ده اللي عايزنا تامر بقى. مش بس كده ده طلع اسمه ايه ده هو الناس اللي قالوا له بقى من كم سنة جاءاني قارق له مشكلة في منتجع سياحي. وكنت باشرف على ملحق عقارق وقتها اسمه اربع حيطان. الرجل جاء بمستهدته فقليته يقابل زميلتي صار نور الدين. وكان لازم انشر. قامت الدين اللي اني صاحب المنتجع كان خليجي. وهدت برفع عضية ضد الجورنال. ايه الموضوع يعني واستدعان رئيس تحيل وقتها. وقال لي هتخرب بيتنا. فرديت به هدوء شي ده مش هيقدر يعمل حاجة ما تقلقاش يا والساس فلان. فقال لي طب اخليك تكلمي وتتفاهمي معاه. وفقت واتصلت بيه وداني التليفون. اقول الرجل بيهال انه يرفع عضية فقلت له بنفس الهدوء. انا معي اوراق بكل كلمة نشرناها في المولحة. لو حدك عايز ترفع عضية تفضل طبعا. لكن عضيتك خسرانة. وهنرجع عليك بالتعويض. فالرجل بدأ يهدأ تماما وقال لي انه بنى اول صفين بس من الفلات. وتقريبا كم عمارة. وان الارض من الصحراء خالص. لكن فيها مباني. وبيدقوني اروح اشوف المشروع على الطبيعة. واعرف اسباب التقليق. وفاعد روحت مع ازميلتي سارة نور الدين. واحنا هناك عرفنا ان جزء من الصف الاول تم اهداء العدد من الاعلامين. ورأساة تحيل الصحب بعينها. وكانت نفس الاسماء اللي عرفتها. واغدين في كم مشروع مهمين بصوت عم تولي. من بين الاعلامين دول واحد بيقول ايه فايدة التاريخ والجغرافيا والفلسفة. عرفتوا بقى ايه فايدة التاريخ? اه طبعا يا وفاة. المشكلة سيدس جمال عيد. في هذا الشيء المشكلة في اللي طالقوا علينا. وبيعتبروا اعلامي. حد يصدق ان حافظ المرازي او ديني عبدالرحمن. ممنوعين من الشغل. وامثال ده شغالين. من قاع الى قاع. تصدق ان الاول مرة اتفق مع تامر امين في حاجة ايه على رأيه. ايه لزمت الطالب يدارس تاريخ واثار بلد وتهرب برا? ويه الفايدة ان يدرس جغرافيا وارضي بلد وتتبعها للخليج? وانيه لها الاسيوبية? ويهي لازمت ان يدرس فلسفة مدام عندنا طبيب الفلاسفة? عارف كل حاجة. يفيد بقيه التعليم في وطن ضايا. والنابن ترائع. والنابن ترائع. تامر امين بيعيد قرار وزير في الغاء مداتية التاريخ والجغرافيا من الدراسة. وبيقول ايه لازمت الطالب يدارسهم? وشايف ان ما فيش تهم فايدة. عايزين يخرجوا اجيال لا تعرف تاريخها وكمان ما تعرفش حدودها من النهاية. هما مش عايزين وجع دماغ. عايزين اجيال تفهة. ده صح يا ايمة. ده صح يا ايمة بجد. لما تامر امين بيقول ان المواد الادبية ما بتكقلش عيش. يبدو ان هو ناسي ان اللعجة المصرية هي التي جامعت كل محافظات مصر على قلب واحد. والتاريخ هو اللي علمنا نقف ضد الغزو. مش علمنا ناكل بس. عشان نحافظ على اللي بنحبه. مش بس تامر امين. على فكرة خالد الجين بطلع على هون. قال كده. بتقول له ما تحب واعمل اللي يجيب فلوس. اول مصحف. اهو. ادرس ما تحب واعمل يجيب فلوس. اعمل يجيب فلوس اشتغل رقاصة. هو ده بقى تدمير البنية وللمجتمع.